المجال الكهربائي المجال الكهربائي غير المنتظم والمجال الكهربائي المنتظم شو هدول شو في التعريف المجال غير المنتظم هو المجال المتغير مقدارا والتجاه وهذا على فكرة كل اللي أخذناه سابقا سأجينا طبيعينا كيف بدأ أميز أنا وياك نفهم شو اللي أخذناه قبل كنا نأخذ مثلا شحنتين ونحكي أنه خطوط المجال من أحد صفاتها أنها كانت تبدو خارجة من الموجب وداخلة إلى السالب هاي واحد وتتباعد كل ما ابتعدنا عن الشحنات طبعا فيه رسميك مش كامل أنا بس اللي أبدأ أوضحه كان هذا أحد الخواص إذا بتتذكر قلت لك لو بدأ أحدد اتجاه المجال عندنا نقطة نرسم مماسا وكنت أحكي لك مدام الخط منحني المجال بتغير اتجاهه من نقطة إلى أخرى يعني هون لو بدأ وصفها شمال الشرق هون شرق على مثالنا هذا فإذا اتجاه المجال بتغير من نقطة إلى أخرى طب هذا المجال متغير اتجاها المسافة بين الخطوط كانت تتغير كمان المسافة كانت تتغير كل ما ابتعدنا تتباعد الخطوط المجال شو بصير فيه بقل هذا معناته أنه هذا المجال بتغير اتجاهه وبتغير مقداره كل ما اتعدنا أو اقتربنا إذن هذا مجال متغير مقدارا واتجاحا شو صار اسمه مجال غير منتظم إذن كل اللي درسناه من البداية إلى الحصة السابقة كان كل اسمه المجال الكهربائي غير المنتظم اليوم شو بنبلش بعكسه المجال الكهربائي المنتظم واللي هو المجال الثابت مقدارا واتجاحا طب أستاذ أنا ماشي كيف بدأ أميز إمتى بيكون هذا إمتى بيكون هذا أي خط مجال منحني هذا مجال غير منتظم ليش؟ لأن المنحني معاناته اتجاه المجال بتغير إذن إحنا بطل ثابت اتجاها إذن هذا مجال غير منتظم وحالاته عديدة جدا المجال المنتظم له حالة واحدة فقط هو مجال ينشأ بين لوحين فلزيين متماثلين متوازيين شوف الشروط اللي قعب أحكيها لوحين فلزيين متماثلين متماثلين يعني لهم نفس الأبعاد متوازيين أحدهم مشحون بشحنة موجب شين والثاني سالب شين ما يميز بس هاي هي الحالة الوحيدة للمجال المنتظم ما في غيرها يعني غير المنتظم مليون ألف حالة ما إلي فيهم أما المجال المنتظم كم حالة واحدة فقط هاي لوحين فلزيين متماثلين متوازيين واحد موجب شين والثاني سالب شين لو رسمنا خطوط المجال بين هذول اللوحين راح نلقيها خطوط مستقيمة متوازية المسافات بينها متساوية هيك وصفها مستقيمة متوازية المسافات بينها متساوية يعني لو كانت المسافة بين هذول الخطين فاء إذن بين الخطين لبعدهم كمان فاء وهين كمان فاء هاي اسمها خطوط مجال كهربائي منتظم مستقيمة متوازية المسافات بينها متساوية طيب ليش يكوصفها حتى تحقق المفهوم المفهوم له ثابت مقدارا واتجاها اتجاها لو أنا وإياك حطينا النقاط هون 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 المماس نفس اتجاه السهم ولاحظ كل الاتجاهات عند أين وفا نفس الاتجاه إذن هذا اتجاه ثابت لما تكون المسافة متساوية معناته قيمة المجال ثابتة أصلا كانت قيمة المجال تتغير بتغير المسافات اللي بين الخطوط أما هون بمعنوا المسافات ثابتة إذن قيمة المجال مالها ثابتة إذن هون احنا جينا حكينا عن نوعين من المجال السابق كل ما سبق اسمه مجال غير منتظم لكن اليوم نأخذ عن حالة واحدة فقط اللي هي المجال الكهربائي من المنتظم فقط طيب هذا الحكي عشان احنا نفهمه كويس بدنا نستوعب ما يقال عن اشي اسمه الكثافة السطحية للشحنة وهذا رمزها رمزها هون احنا بنلفظه سيجما شو نفظه سيجما سيجما شو اسمها الفيزيائي او مصطلحها الفيزيائي الكثافة السطحية للشحنة طيب شو خصها يا أستاذ في اللي احنا هون حكينا عن نوع المجال منتظم الكثافة السطحية للشحنة هي الشحنة الموزعة بانتظام على مساحة سطح موصل عشان تستوعبني أكثر لو أخذنا لوحين في الزيين متماثلين هاي واحد وبدأ حاول أرسم واحد هون زيه تماما وجد حكيت لك بدي أشحنهم عملهم شحنة يعني طيب شحنة الأول بالطريقة هاي بدون ما أشرح لك أي إشي هل هاي الشحنة موزعة بانتظام على مساحة هذا السطح أكيد راح تحكيلي لا هذا إشي أنا أصلا مش راح ندرسه بس نفهم وهاي اسمها شحنة غير موزعة بانتظام لكن لو جيت رسمتن لك هيك انتبه هاي واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث واحد اثنين ثلاث على سبيل المثال هون قدر الإمكان هاي واحد مثلا اثنين ثلاث اكيد انت قاعد تحكيلي في بينك وبين حالك لو سألتك انه هاي موزعة بانتظام راح تحكيلي نعم ليش طلع الترتيب للشحنات وهذا الترتيب لو جيت حق خطت مثلا هون المسافة هيك بين هذول الثنتين ف راح تلاقي انه تقريبا انه مش دقيق رسمي هاي ف وبين هون مثلا هاي المسافة ف هاي المسافة ف طلع الشحنات هاي المسافات بينها متساوية صح عشان هيك خطوط المجال اللي بتنشع عنها من هون لهون هاي الخطوط راح تكون المسافات بينها متساوية وفي الحالة هاي خطوط المجال كمان المسافات بينها ايش متساوية طب اذا كانت المسافات متساوية اذا المجال ما لو قيمته ثابت اذا لو سألني سؤال خطير هيك بينه بينك حكالي علل خطوط المجال الكهربائي المنتظم المسافات بينها متساوية انا اركض شوني بدي يجي في بالي لانه الشحنة موزعة بانتظام على كل لوح الشحنة موزعة بانتظام على كل لوح هذا اصلا السبب اللي خلى انه خطوط المجال تكون المسافات بينها متساوية الشحنة موزعة بانتظام على كل لوح طيب انا وياك لو اطلعنا من هنا وقلنا انت حكيت اللوحين. ولاحظا يقول الكلمة بين اللوحين المجال منطظم. بين بين اللوحين. ليش؟ لان لو حطيتive عند الاطراف. عند الاطراف ويخرج عندي خطوط مجال بس هيك. طلع كيف رسمهم. ولمس mount منحنية تدل على مجال غير منطظم. هيا الرسمة لع котором احكي عن مجال منطظم ما بين اللوحين. اما عند البور بقول المجال غير منطثم. عشان هيك بنحكي المجال غير المنتظم له مليون ألف حالة المجال المنتظم هي حالة واحدة فقط هو مجال ينشأ بين لوحين فلزيين متماثلين متوازيين واحد منهم موجب شين والثاني سالب شين نفس الشحنة بس هناك موجب وهون سالب طب هذا المجال يا أستاذ بين اللوحين هذول كيف بده أحسبه مش أنا وياك أخذنا أنه فيه إشي اسمه سيجما شو عرفناها أنا وياك سيجما هي الشحنة الموزعة بانتظام على مساحة السطح شاير التعريف هو نفسه القانون الكثافة السطحية للشحنة هي الشحنة الموزعة بانتظام على مساحة السطح هاي راح نستخدمها في حساب المجال طلع المجال يساوي سيجما على إبسلون نوت سيجما اللي هي الكثافة السطحية اللي هي شين على ألف لكل لوح على إبسلون نوت إبسلون نوت نتذكرها السماحية الكهربائية في الفراغ كنا نحط النقطة عشان نميز إنه هايوان موجودة في الفراغ فقط إذن هذا اللي أنا بدي إياه بس عن مفهوم المجال المنتظم بعدين كيف منحسب هذا المجال المنتظم ومفهوم ما يسمى بالكثاف سطحية ولا شخص